سباق مع الوقت تقوده إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بصياغة اتفاق نووي جديد مع إيران مع تقدم الأخيرة ببرنامجها النووي الذي يعني بشكل من الأشكال أن اتفاق عام 2015 لم يعد يصلح أما لماذا وكيف؟ فتنقل صحيفة وولد سيتريت جورنال عن مسؤولين في إدارة بايدن وصولهم لقناعه أن ما يسمى وقت الاختراق والذي يعني قدرة إيران على تكديس ما يكفي من المواد الانشطارية من أجل إنتاج سلاح نووي تقلص من عام إلى ستة أشهر وقت لا يكفي بحسب الخبراء لتقوم واشنطن وحلفاؤها بالرد إذا كثفت إيران بشكل مفاجئ جهودها لتطوير برنامجها النووي مع تنام قدراتها على بناء قلب قنبلة نووية وتركيب رأس حربي على صاروخ باتفاق لا يصلح إذن تتحضر إدارة بايدن لجولة جديدة وربما أخيرة من مفاوضات فيينا يتطلب منها وضع قواعد جديدة تكون فيها فترة الاختراق تعتمد على الخطوات التي توافق عليها طهران لتفكيك مخزونها من اليورانيوم المخصب وشحنه للخارج أو تدميره والحد من إنتاج الوقود النووي وقدرتها على تصنيع أجهزة الطرد المركزي هذه الموافقة وإن تمت تثير بحسب خبراء أمنيين المخاوف حول مدى قابلية أن تصمد الصفقة لأطول فترة والتي من شأنها تقييد مسار إيران لتصنيع السلاح النووي في مقابل رفع العقوبات التي فرضها ترامب وهو ما يعني منح إيران فرصة ومزايا كبيرة للتقدم في مشروعها النووي وقدر أكبر على تهديد المنطقة فهي الخبيرة كما ثبت بخرق الاتفاقيات في مقابل عجز أمريكي واضح عسكري ودبلوماسي سيعزز التوتر بالمنطقة في عام 2022 وربما لأعوام أخرى تليه